السلام عليكم أخوتي تحياتي كل أبناء وطني الغالي من الشمال إلى الجنوب ومن الشارق إلى الغرب لا منسوا أخوتينا اللي في الغربة صفيان في غولي اللعب المحارب الشيكور كما يقولوا له اللي يتألق في سماء الكورة التركية اللي يسجل في مقابلة لسبقة ثلاثية كاملة هذا اندل أن صفيان في غولي عائد وعائد بقوة صفيان المحارب الصفيان اللي بعده ما جروا جمعت اللي عارفينها اللي قالوا بالكادر باك اللي يطيع قالوا له لتا ماكش كادر وماكش باش تكون أساسي في المنتخب الوطني ومش المنتخب الوطني ماهوش لمحارب لقدماء المجاهدين هذا ما الناس اللي كانوا يحاربوا في صفيان في غولي صفيان في غولي اللي الدم تاع وسال في مقابلة روسيا محارب عائد وعائد بقوة صفيان في غولي ناس اللي ما تشفاش تعاود تشوف مقابلة جزائر طوغو والعمل الكبير نداره صفيان في غولي وغطى كامل عيوب شيتاء اللي ما بنش للناس كان الناس ما بنتلهاش وكان الناس مش حبة تشوفها صفيان في غولي القلب الناظذ للمنتخب الوطني صفيان في غولي اللي يلعب بالقرين تاع بالحرارة هذه الصيفات من صيفات صفيان في غولي اللي بطبيعة الحال ما عندوه جنسية جزائرية كما كم تعرفوا فتراجي من اللي هي من وراء البحار صفيان في غولي اللي قائد بأتم معنى الكلمة محارب مقاتل صفيان في غولي لان أصبح بطران قالتا ساراي قالتا ساراي للأسف صفيان في غولي ماهوش كالعداء ماهوش محبوب لأنه لم يمضي في نادي لماسية الفاف لو أنظى في لماسية الفاف لأصبح صفيان في غولي اللاعب المحبوب المرغب فيه واللاعب الفنان لكن صفيان في غولي كبقية أصدقائه ولا كبقية زملائه لم يمضوا في النادي العالمي النادي المحترف أحسن نادي في أوروبا وفي العالم لماسية الفاف إذن خوتي صفيان في غولي عائد وعائد بقوة مثل ومثل زملائه سحق بالفوذيل الهداف اللي راجع بقوة وأثبت علو الكعب انتعو في نادي الضعيف نادي هوفنهايم في البطولة البندسليكة الضعيفة نفس الشي لي بن ناصر الفنان بن ناصر وسط ميدان المتألق اللي قدم تمريرتين في مقابلة ساسولو وبين باللي هو قائد الأوركسترا قائد الوسط ميدان يعني هو الارتكاز الفنان بقى تم معنا الكلمة نفس الشي بنجح اللي يسجل عائد يرجع طبيعة حال ليس بطولة قطرية كالبطولة الألمانية أو الإيطالية لكن نحتاج اللاعبين يكونوا هدفين يكونوا يقدموا مستويات مش سرط انك تكون هدف تقدم مستويات يطلع المستويات تاعك هذا يرجع دايما للفايدة للمنتخب الوطني نفس الشي لنبيل بن طالب نفس الشي الفارس اللاعب دايما في السمارة رغم انه خسارة للمنتخب النادي نتاعه لكن يقدم في مستويات مقبولة ما اندي ما نحكيش ما اندي المغضوب عليه لانه امضى في نادي بيتيس النادي الضعيف في البطولة الضعيفة اللي هي لا ليقة الإسبانية لو امضى الماندي مثل بلفوذين مثل فيغولي مثل بن طالب لو امضوا في النادي العالمي النادي الاحسن نادي في العالم اللماسية الفاف لكنوا من المشكورين وكانوا من الممدرحين اذا خوتي مختصر مفيد ما يقدمه المحترفين سوف يساعدهم على تقديم الإضافة الكبيرة والمرجوة في المنتخب الوطني طبيعة الحال بعد التحضير وتهيئة كل اللاعبين سوف نرى منتخب وطني مقبول مع مدرب محترم مدرب عنده شهادات اللي هو جمال بالماضي إذن بالمختصر مفيد خوتي في غولي ولا بن طالب ولا أسحاق بالفوذيل بن ناصر كامل اللاعبين ماندي كامل يقدموا في مستويات رائعة نتمنى لهم صوفيان في غولي المحارب القائد اللي ذحكوا عليه اللي قالوا كادر هو اللي يطيح ولي قالوا من دخلوش اللاعبين المجاهدين في المنتخب الوطني فصوفيان في غولي أثبت أنه معادلة صعبة ورقم صعب رقم صعب في المنتخب الوطني ومن زحزحه عارفينه صاحبهم نحاهم من التشكيل المنتخب الوطني بدون أي مبرر سوى أنه صوفيان في غولي جاي من وراء البحار صوفيان في غولي جاء من وراء البحار وكما تعرفوا الاتحادية اللي يجي من وراء البحار فهو ليس جزائري إذن نتمنىوا كامل التوفيق لكامل المحترفين بمن فيهم العودة إن شاء الله السلمة والعودة القوية إن شاء الله ليصف عالطال ونتمنىوا للشفاء العجل وكامل المحترفين بنجاح زفان أيضا ما ننساش زفان عائد بقوة ومتألق نتمنىوا كامل يكونوا في المنافسة وكامل باش تكون مناصب قوية مناصب اللاعبين هذوما باش يضمنوا مناصب توحم لازمهم العمل هذا مختصر مفيد نتمنىوا التوفيق لكل محترفين ونتمنىوا التوفيق أيضا للاعبين المحلي اللي احترفوا في أوروبا في الأخير خوتي ملققتنا مع مزل من الفيديو هاتف والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته